السلام عليكم بخير. نتمنى يربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اجب لكم الجنواز اللي قتجي عليها بزاف وكتجي زمينها بزاف بمعنى الكلمة قتجي خفيفة. اه انتمنى تتبعوا الفيديو التال الاخر باش تشوفوا جميع مراحيل باش نجح لكم الجنواز لانها بسيطة وبطريقة سهلة بزاف ومقادر ديالها احتى هما سهلين. الجنواز سنحتاج فيها ستاريال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. اه عندي ميتين جرام ديال الدقيق الابيض. عندي واحد خمارة وحمراء اولى البيكين باودر. عندي ميتين جرام ديال السانيدة وعندي فانية. عندي ربعات المحلقة اللماء دافي مع اربعات المحلقة للزيت. اول حاجة سنجيب الطراب. او لاخلات الكهرباء اي غادي نهرس فيه ذاك ربعات البيضات. ربعات البيضات يكونوا بحرارات المطبخ. وغنزيد عليهم اه السكر. هنا لبنات ما درتش ميكسو حيث بزاف اللبنات اللجين واجنه اللي كي خليها طلع هو اللبيض خصوئي طلع مزيان مزيان مزيان. هنا غادي ننخدم الخلاط الكهربائي. اه لا صورة عا تكون عالية. وغادي نخلي الخالط ديال اللبيض مع السكر. تيد ضعف الحاجن دياله. انا درت لبيض السكر ودرت فانية. وغادي نخليهم اللون ديالهم بيض واضعف اه ثلاثات المرات. اللي ما عندهاش اه عندها خلاط يداوي كهربائي. تدير واحد لبول تدير فيه الماء يكون طايب وتحط عليه لبول اللي غا تطلع فيه البيض باش يطلع لها ضغير. هنا من يطلع ليدك البيض. اضفت عليه اه اه اربعة لمعالق ديال الماء مع اربعة لمعالق ديال الزيت. غا نخلي يطلب ما زال غير واحد دقيقة. وغادي ننطفي الخلاط الكهربائي. هنا كما كتشوفو البيض راه اضعع في عندي. ثلاثة المرات. اه هكا هاد القاوم هادا هو اللي كي يعطي القاوم اللي اللاجينواز جي طالعه. انا غادي ناخد الدقيق اللي عندي والدقيق الفورصة ولا الدقيق الابيض. غادي نغربلو على ثلاثة المرات. انا غربلو مرة اللولى. انا مادرتوش مرة واحدة. اه كتير ميتين قرام. هندخلوغي شوية بشوية. غربلت مرة اللولى شوية. وغادي نخدم من الفوق التحت من الفوق التحت من الفوق التحت. اه اه امرات تانية غادي نغرب المرة اخرى. وغادي نرجع نخدم من الفوق التحت. مرة مرة كنا نهبط السباتول للتحت ديال البول. باش نهز الدقيق حيث كي يكون نازل التحت. وما اللي قاعد جيه وتخفيه ولا جيه نوازف المون. فتلقاوا الدقيق باقي عندكم التحت. مرة 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 هبطو. السباتول التحت. ووزوء الخاليط الفوق. باش ما يبقاش عندكم الدقيق في التحت ديال البول. وكاتخدموا غيب شوية. ما تسرعوش يديكم باش مطحش ليكم مطحش ليكم البيض. بس البيض يبقى على القوام دياله. انا غادي نغرب البيكين باودر 8 جرام. مع الدقيق اللي يبقى عندي. وغادي نرجع نخلط بنفس العملية من الفوق التحت. كاتديرو من الفوق التحت جوي بشوية. باش الخاليط يبقى عندكم داك الخيط ديال البيد واقف باش جيكم لجينواز من فوقها. بالنسبة لبنت اللي بات اللي بغاو جيهم لجينواز مرتفعة اكثر منه كخص كون تزيدو في البيض. انا عندي انا المول 20 سنتيم. وفي العلو ديالو 15 سنتيم. انا كما كنت شوفوا راني كان طلع من التحت اللي فوق وكان هزت خيط حيط بقي عندي التحت. نستمر بها كتن. نكمل العملية كاملة. عافوا. هنا من اللي دخلت داك الدقيق كامل في البيض. هنا عندي مول كما قلت لي بو عشرين سنتيم على خمسة عشر دهنته بالزبدة. قطعت واحد القرص ورق الطبخ. قدرت ليه الوسط. وفي الجناب دورت عليه ورق الطبخ. قد نفرغ فيه ذاك الخاليط اللي عندي ديال. اللي باجينواز. من اللي خويت الخاليط كامل في البول. قد ندخل الفران العافية مهيلة من تحت. تتنفخ وان شعر الفق باش تتحمل شوية. لعشرين دقيقة بالضبط اللي خدت ليه في الفران. انا عدرت اغل في الفران العادي. ماشي كهربائي. هنا من اللي خرجات من الفران كما كتشوفوا. من اللي يدفع عليها الفران. خليوها واحد عشر دقيق في الفران. تابد الفران يدفع. عاد خرجوها باش ما ترجعش ليكم. ودبا غادي نقلبها في مول باش نخليها. انا ما غدش نقطعها داك الساعات. انا نخليها ليلة كاملة. زل الصباح غادي نقطعها. ما تخافوا من انها التحجة. ما تخافوا تقسح. ما تخافوا التحجة. حيث تجير طباب بزاف. غير كما يكت لكم. من اللي تطفو الفران. نديرو شي كغضو. نجربو بها انها طابت. حيث تكون طريا بزاف. كتبع بحالة ما طابتش في الفران. نديرو كغضو. للا خرج ناشف. صافي طفو الفران. وخليوه واحد عشر دقيق. تيدفع عاد خرجو لجينواز. هكا كتشوفو لجينواز حيتها. حيت لي هادا كورق الطمخ. تجي عالية. وكتجي يزمينها بزاف. وهكا نخليها نتلغط لي. عاد غادي نقطعها. هنا لبنات من اللي سباح الحال غادي نقطع لجينواز. غادي نجيب موس يكون ماضي. غا نحاول نقطع به. حسنا نقطعها على ثلاثة الاقرص. غا نقطع ندوز للموس على القرص الاول. غا ندوزه من جناب. غير من جناب غادي ندوز غير غادي ندير بلسة. في ندوز الخيط. حيث غادي نقطعها بالخيط باش تجيني مجادة. هنا ملي دوز الموس. دابا غادي ندوز الخيط. هندوز الخيط غير بشوية. باش كيما كتلكم لاجينواز تقطع لكم متساوية. ماش جيش جيها غليضة. والجيها رقيقة. هنا غادي نحيد القرص الاول كيما كتشوفو كتجي خفيفة. كتجي زوينة بزاف. وسهلة في نفس الوقت. ونفس العملية غادي نديرها مع جوج اقرص اللي بقوا عندي. غادي ندوز لموس من جناب. امتا ندير بلسة في ندوز الخيط. وغادي نقطعها بالخيط. هنا غادي ندير الخيط مرة اخرى. وغادي ندوزه باش يجيوني ثلاثة الاقرص مقاددين. القرص اللي بقى عندي. غادي نحيد لي هذك اللي وجه التحتاني. صوفو غادي نديرهم في تباسيل باش ننخدم بيهم. ان شاء الله لطاقت اللي غا نصيب بيهم. حقا متسعوز منكم. اخفaid الاخرين. ابنواه بالنسبة اللي بناة للجدة. ما context يا. ت Grade达 ياaaaaaaaaaa me. بالنسبة للانت تغني لك الجديد. وانش الله تفقدونك وتعليقات الاهاتف. اللي عجبكم الفيديو. السلام عليكم في الفيديو القديم تسمى الترطلب اثرا عليها بالنسبة لك. ترجمة نانسي قنقر